الان مثلا طلب من عدك انه هو عمل دروب داون نحتاج انه نحن مثلا قامة منسدلة تتويلك على مجموعة من الايتم فمثلا على سبيل المثال هذه الاس بي دوت نت ذا بنضغط عليها المستخدم تعرض لمثلا تقنيات الاس بي سواء كانت ام بي سي او كور او مثلا لغات البرمجة المحتمدة سي شارب او شارب في جوال بايزيك الى هذه الامور كفكرة عامة انه احنا هنا داخل الالاي ايش عندنا عندنا ديف اوكي هذه الديف نفس الشيح تحتويلك على كلاس ايش هذه كلاس يحتبر عندك دروب داون مينيو باحتبارها دروب داون مينيو ثم عندها اي دي هذا الاي دي نعطيه مثلا دروب ديف لما نضغط عليه نقوم باخفاءة يعني نعمل له دروب داون داخل الاشي راح اكون عندك راح يحتويلك على اي الاشيhof yn التيلا يذهب travels الى اي شيء ثم راح يحتويلك ايضا حتى الميزة نحتبر عندك دروب، داون، آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآuration. على سبيل المثال C Sharp أبدي أكرر مثلا ناخذ كم مثال هنا C Sharp هنا F هنا مثلا Like VB أوكي طيب لما نضغط عليه الآن يختفي ويعني Drop ضمن هذا ال I لاحظ هذا ال I ال I بالبداية لازم نعطي لازم نعطي Drop Down Class أما بنسبة لل A لازم نطبق علي الكلاس الآتي راح نقل لي إيش عدنا دروب داون إيش عدنا لو تنزل الأسفل يمكن أنه راح تجد Drop Down Toggle ثم راح أعطيه في Data مثل ما عطينا Data Toggle لكن بدل أنه هناك في العلاء عطينا Collapse الآن إيش راح نعطيه نعطيه Drop Down أوكي يعمل دروب داون ثم في Data Target Data Target إيش راح نعطيه نعطيه هذا ال ID فنقل له هذا عدنا ال ID أوكي الآن خلينا نعمل على ال INDEX حتى نشاهد النتائج نقل له أوكي عمل لنا على بهذا الشكل الآن لاحظ تلاحظ تلاحظ أنه فيها إيقونة باعتباره أنه طبقناها على ثم طبقنا على اللينك اللي موجود عمل لدروب داون على الديف اللي تحتوي لك على ال ITEM دروب داون اللي يسي شارف F شارف VB